موسيقى النيتون مشارفة فند هو مجموعة 50 مليون جي بي 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 سائنة و إنوفيشان بين الأولادية و إيجيب هو شراكة ما بين البرتش كونسل و ديبارتمنت فور بزنس انرجي و اندسترال استراتيجيز في الحكومة البريطانية النيتون مشارفة هو واحد من أنشط طلب برامج مع التعاون الدولي نجاح البرنامج ده إنه قايم على شراكة حقيقية بفند حقيقي ممول بشكل مشترك بين مصر وبين المملكة المتحدة بدايت معرفتي بسنية المشارفة كنت بدور على فرصة أسافة بره درست جراحة المناظير والصحة الإنجابية في جامعة نوتينجهان الفرصة دي لو تيجي لأي طالب فعلاً بتأثر عليه بتأثر عليه مهانين بتأثر على البروزكت اللي شغال عليه بيشتغل على محور البرامج إزاي إحنا ننمي شراكات مؤسسية بين مؤسسات بحثية في إنجلترا ومصر الاسمية الآن تباستيجابي إحنا الوامر ماءات المناثية مساعدة لاتيجوة مانات المناثية إحناية العادة مشروع النقل الإلكتروني المايكروبي بحث وابتكار لخدمة المجتمع جات لنا الفكرة إن إحنا نعمل معالجة لمية المصانع بحيث إنها ندر نساء نعيد استخدامها تاني في جامعة وست مينستر قابلنا بحيثين في مجال خلايا الوقود الحيوية بدلنا الأفكار والخبرات وتعلمنا تكنيكس جديدة يفيدنا هنا في خلايا الوقود الحيوي المشكلة الليوقتي في البلاستيك الثناعين هي بيزود التلوث وكمان بيزود نسبة ساني أكسيد الكربون فإحنا بنحاول نلاقي ألترنتيف للبلاستيك الصناعي إنه يبقى فيه بلاستيك طبيعي بيحل المشكلة دي الوست الالسپاسيفيك اللي إحنا مختارينه هو إشري الجنبري النتائج اللي طلعناها في البروتوتيب كانت مشجعة قوي نحنا نكمل يبقى فعلاً كيس موجود بيريبليس الأكيس تحت السوبر ماركت الموجودة دي لها كانت أول مرة في مصر إن إحنا نقدم على المشروع للهيريتش بيلدينج كان الهدف إن إحنا نقدم على نيوتن مشرفة فوند طرق جديدة مستدولوجيس جديدة إن إحنا نعمل السوستانيباليتي أثبت في المباني عندما نتحدث عن العلم في إيجيبت اليوم نحن نتحدث عن العلماء نحن نتحدث عن العلماء يحاولون لتفاعل مختلفة ونريد أن نريد أن يساعدهم أن يساعدهم أن يساعدهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر